يا صباح الفل وصباح السعادة على أغلى وأجمل متابعين عندي في القناة طبعا في الفيديو بتاع مبارح بتاع استقبال البط الصغير البط الأخضر الجميل اللي أنا وراته لكم طبعا البط دي تطلع لرقدي يا جماعي مش باشتري من برة ده البط السوداني الأصلي طبعا مش بط ميسكوفي خليط ولا بط ميسكوفي ده بط السوداني الأصلي أنا مبارح في الفيديو بتاع مبارح بتاع استقبال البط انا قلت لكم رايح اعمل لكم فيديو تعقيم السطح بالكامل لان يا جماعة الشهر دي جاياني شوية تعليقات ناس كتير بتقول لي يقوموا فيلو الحاجين البطل بتاعنا بيموت يقوموا فيلو الكتاكيت بتموت يقوموا فيلو الفراخ بتموت يا ست الكل فعلا فعلا الشهر دي مليان بالفيروسات حتى انا عندي انا بش كنت جاي للكم ان انا جايبي دفع الكتاكيت بلدي كنت جايبة 15 كتبوت وصورتهم معاكم من عمري يوم وطبعا وريتك يوم بيوم لغاية ما كبروا كدي وبيّنوا الديك من البني بصراحة الكتاكيت دي الفيروس جاييني في الكتاكيت اللي عندي طبعا انا هوريك كتاكيت دي الوقتي بس انا هشرح لك ايه اللي عملته في السطح عشان اجهز كده ونظف وعقم السطح واجهز الضيور بتاعتي عشان ما تنقلش الفيروسات اول حاجة عملت ان انا عزلت الوزة بتاعي ده الوزة دي الذكر ووزتيان اللي هما ببيضوا بيرجدوا عندي معايا ذكر وانتيتيان حططيهم مي وحططيهم اكل وكنسة العشي وعقمت بالحاجة المهمة جدا اللي لازم تعقم بيها الايام دي وانا هقولك ايه اللي بطهر بيه السطح عندي او بعقم السطح بيه طبعا انا كناسة العشة وعقمتها وطهرتي لاني بصراحة ما صورتش الحطة دي معاكم لاني الجو حار جدا وفيه حاجات كتير انا بعملها من ورا الكاميرا لاني بتعب جدا لما بنظف عنده الطيور بالفعل لاني الجو حار طبعا معايا الجيرجر دي هوريك دي الوقتي ايه اللي انا بعقم بيه وهقولك البديل بتاعه لو بيش عندك معايا الجيرجر الاسود دي فاكريني اليوت اللي انا اشتريته قبل كده وقلت لكم بعقم بيه الارضيات بس وبعقم العشش لما بتكون فيه فيروسات بتقايرة في الجو اليوت دي بتحطيه على كمية مية كده في الجرجر وهنبتدي ان احنا الرش الارضية كلها بالكامل هتحطي كده ومفيله حطي على كد ما انت عايزة تحطي بصراحة انا جبتي جرجر مي وعبيته وتعالوا بقى انا كنت كانسل ارضي الاول انتوا فاكريني الجزء دي انا كنت عازلي بين البط الصغير وبين البط الكبير وكنت مخلي البط الكبير مع الوز وكنت خلطها على بعض الوز والبط وبصراحة كنت عازل البط الصغير ده بس في جزء دي بس انا دلوقتي خشت الخشبة اللي انا مسدرة به او انا عازلة بيها الطيور عن بعضهم وخليت دفعة البط البط الصغير والكبير مع بعضه وعزلت الوز الوز الوحده وخليت كل نوع من انواع الطيور عندي الوحده طب ليه مفيله عود نفسك لما تكون انت بترب كمية طيور كبيرة ومخليها كلها مع بعضها الفراخ والبط والوز وكله مع بعضه فوق الصغير ويكون عندك فيروس الحق طيورك وعزليها عن بعضهم عشان لو فيه نوع منهم فيه الفيروس ما يعديش باقيه الطيور طبعا انا عندي الفيروس موجود يا جماعة باش مموجودش هورهولك دلوقتي موجودة في قيام وهقولك يعني بطريقة وحشة بصراحة ولا عينين ولا بيسهلوا ولا عندهم حاجة الفيروس جاي في الكاتاكيت البلد اللي انتوا شايفينها دي شايفين هم كبروا وبين الدك من البنيه شايفين الفرخة كاشي وجايها رعشة كده انا مش عارف ايه اللي عنديها دي ده فيروس نازل عليهم برضو هرش القفص بتاعهم وهعاكمه عشان لو فيه اي فيروسات اي مكروب طبعا يموتوا اليوت اللي انا حطيته دي طيب يومو فيلو احنا دلوقتي باش موتوفر عنديني جيركن اليوت دي اللي انت بتحطي منه او باش متوفر عندينه في صراحة دي يا ست الكلة باش متوفر عندك انا في اخر الفيديو هقولك عالبديل بتاعه وبرضو هجيب نتيجة حلوة معاكي والطهر كل الطيور الكاتاكيت البلد اللي انتوا شايفين هدي مات منهم خمس كاتاكيت الحد دلوقتي ولسه مستمرين في الموت بس انا بقول الحمد لله ان هما جوفوا الكاتاكيت البلد الصغيرة لاني ما جاتش في حاجة كبيرة عندي فانا الحكتي نفسي بصراحة الفرخة زي ما انتوا شايفين هي ولا عنديها اسهال ولا اي حاجة كل الحكاية ان هي كاشي شايفين المؤخرة بتاعتها ولا فيها اسهال ولا اي حاجة هي كل الحكاية فيها رعشي وكاشة كده في نفسي الفرخة دي انا هتلاجاها ميتة الصبح الفرخة اللي بتكشي مني تاني يوم الصبح بفعلا بتلاجاها ميتي فالحمد لله على كده انا بعقم وبعمل اللي علي والباجي بايد ربنا طبعا ده دي حاجة ترجع كده ربني طبعا لما خلطت البط الكبير مع البط الصغير شايفين البط الصغير بيعض في البط الكبير وبصراحة موتين بعضهم بس هما عشان زي اللي بتعرفوا على بعضهم عشان انا كنت عاز للبط دي تلوح والبط ده الوحده انا لميت كل البط اللي عندي كبير مع صغير وخليته مع بعضه اما الدكارين الكبار اللي انتو شايفينهم دولي بصراحة انا هتبحهم لان الدكارين الكبار دولي خلاص جفلوا تكفيل تام وهم ابتدوا ان هما يكسروا على النتيات في البط الصغير فطبعا ما ينفعش لان البط اللي عندي لسه صغير وهم جفلوا خالص فانا في الوقت دي انا هاخدوا الدكارين البط دولي ان شاء الله كده يبقى يوم كده يكونش في حار انا هتبحهم وحطهم في الفريزة شايفين دي كل دفعة البط اللي عندي البط الكبير والبط الصغير خليته كله مع بعضه عزلت الوز الوحده زي ما وريتك وحطيته في العشة الوحده عشان لو في اي فيروس عند البط ما يجيش للوز ولو في فيروس عند الوز ما يجيش للبط اعزلوا قيوركم عن بعضيها يا جماعي شايفين انا حطت الوز جفلاء وحطت له مية وحطت له اكل وعزلت الوحده والبط برضو خليته شايفين لما انا خشت العازل اللي انا عاملها بين البط الصغير وبط الكبير اتلاقيت المساحة كبيرة جدا وواسع حطة البط كده فرحان بالبكان انه هو واسع فابتدى كده انه هو يجري ويرمح في البكان حطة لما البط كده ياكل ويمشي اكتر فاتتلاقيه يهضم طبعا ويزيد في الاحجام معاك البط دي بط السوداني يا جماعي اللي هو البط البلدي بتاعنا العادي عشان كده احجامه صغيرة وهو طبعا مش بدبح منه غير على ستة شهور بالضبط لو انتم لحظين الدقارين انا بقول عليهم عايزة اتباحهم الدقارين دولي هم دولة ليهم ستة شهور بالضبط وصيبانهم التقفيصة دي مفتوحة على اساس صاحة الظهر لو عايزين يدخلوا وينموا فيه او بالليل كده عايزين يدخلوا وينموا فيه برضو يدخلوا وبيتوا فيهم شايفين كل حاجة كده تعزلت لوحده فبالشكل دي هنتفادى من موت الضيور الاكتر قد الدقارين بقولك عليهم ليهم ستة شهور بالضبط فقفلوا تكفيل تام يعني الدقارين دولي بيكسروا على كل البط اللي عندي فبصراحة ماينفعش ان انا اخليهم تاني عشان كده مايموتلش البط الصغير اللي انتم شايفينه دي فعشان كده انا هتباحهم وكمان يا جماعة انا عزلت البط الكبير اللي هو ببيضه وبيفقس عندي البط اللي هو بيجيب لي الانتاج اللي انتم شايفينه دي طبعا انا معايا دقار ومعايا التلات نتياج انا مخليهم لوحدهم انا عزل لوزي لوحده ومخلي الفراخ الشمرت الوحده ومخلي الفراخ اللي هي العتيق الكبير الوحده اللي هي بتبيض ومخلي الكتاكيت لوحده وكمان مخلي البط اللي هو ببيضه بيرجد عندي في العشة اللي انتم شايفينها دي فاكريني مبارح لما العشة دي فتحتها معاكم وجومت البطاية وخدت منها البط الصغير وطبعا انا استقبلت البط الاخضر معاكم واراتهوركم ورحت كنسة العشة ونظفتها ودخلت الضكر ودخلت النتياجتين تاني معا بيجي تلات نتياجات والضكر ففي العشة دي شايفين ادنتاي وطبعا جوه الكن ده في وحده هي مدسوسي وفي الكن التاني في وحده مدسوسي معاهم الضكر البلد السوداني دي طبعا العشة كنسة ونظفتها حططيهم مياه واكل وهبتدي دلوقتي برضو ان انا اعقم من اليوت اللي انا حطيته هعقم من الجرجل اللي انا عملته على فكري كل يوم لو عايزة تعمل الحركة دي اعمليه على فكرة هتطهر لك المكان لو في اي فيروسات تكتلي اي مكروب هتمشي من البكان عنده يعني حاجة جميلة البديل يا جماعة بكان اليوت تجيبي جزازة كروة الخام جزة الكروة الخام تحطي كده نص الجزازة على جيركن على ججر الموية اللي انا بستخدمه دي وترش كل العشش اللي عندك وكمان ترش السطح كله بالكامل ستجينا هيكتل اي فيروسات الكروة الحلوة جدا للتعقيم برضو بس انا جربت اليوت دي متوفر عنديني الجيركن كده بحاجة رخصة مش مبلغ كبير يعني انا بجيبه من الصيدلية البطارية بتاعة الطيور بجيب الجيركن اسمه اليوت وبستخدمه بصراحة حاجة كده جميلة الحمد لله ان هي جت في الكتاكيد والكتاكيد دي لسه كده عمرها صغير فما ازعلش يعني فده باج الطيور فبالشكل دي انا ما عنديش خسائر كتير فانا حاول حكت طيوري من الاول روحوا كده ولحجوا طيوركم جبل الطيور بتاعتكم الفيروس يقضع عليه اعزلوا كل طيور لوحده خلي البط الوحده شايفين انا بش جت لكم الذكارين اللي عايزة اتباحهم هم بيكسروا على البط الصغير فعشان كده انا الذكارين دولي انا هاتباحهم لان بالشكل دي هم هيموتوا البط الصغير مش هيستحمل طبعا فعشان كده انا هاتباح الذكارين اللي انتو شايفينهم هم جفلوا تكفيل تام يارب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكونوا فعلا استفدتوا من الفيديو ولكنتوا فعلا بيد بجد استفدتوا من الفيديو تبخليش كده علي بلايك لان اللايك بيرفع من شان الفيديو يستي الكل وكمان تنزل كده وتكتبيه له كومنت حلو بيدك اللي زي العسل فعلا كومنتاتكم بتفرج معا لايك وشير وفعلولي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد